اشتركوا في القناة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد وعجل فرجع كان الكلام في الوجه الذي ذكره البعض من أنه لعل الحكمة في تأخير إظهار هذا التشريع وإن كان ثبوتا ثابت في صدر الشريعة وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله لعل الحكمة في ذلك هو أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وأن علي عليه أفضل الصلاة والسلام ولا إما من بعده وجدوا أنهم لو أظهروا هذا التشريع سوف يكون في منفعة السلطة وحيث أنهم لا يريدون أن يقووو السلطات والحكم الجائر الذي زوى الحكم عن أهله وعن من يستحقه إذن لم يظهروا هذا التشريع وتركوه إلى الوقت الذي يستطيعونهم أن يستفيدوا من هذا المال ومن هذه الفريضة ومن الخمس في أرباح المكاسب وإلا فيما يتعلق بغناء مدار الحرب فإنه شرع قرآنيا وكذلك فيما يتعلق بأمور أخرى إذن كل الخلاف على ماذا؟ على خمس أرباح المكاسب إذن على هذا الأساس أخرى لهذا الغرب هذا الكلام أعزائي الواقع أنه كلام لا أستطيع أن أقول عنه إلا أنه غريب في بابه وذلك أنه أول ما يرد النقض يرد النقض بغناء مدار الحرب وكان المفروض إذن هذا التشريع أيضا لا يشرع لماذا؟ باعتبار أن غناء مدار الحرب لمن تكون تكون للسلطة وهم يعلمون أن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كل هذه الإمكانات التي سوف تتحقق من فتح البلدان غير الإسلامية فبدل من أن تصل إلى أهل البيت وإلى من يستحقها لتقوية الدين تذهب إلى ماذا؟ إلى حكام الجور إذن أول نقض يرد هو أنه لماذا إذن شرعوا ما يتعلق بخمس الغنائم لأنها في النتيجة ما غنمتم فلله ولرسوله ولذو القربة ولذي القربة وهذه القربة الآن وصلت بأيديهم أم لم تصل بأيديهم وأساساً والدليل على أنه هذه لم تصل بأيديهم أنه إن شاء الله تعالى في بحث تحليل الخمس ما كان لنا فهو لشيعتنا واحدة من الوجوه التي ذكرت لتوجيه أخبار التحليل قالوا أن المراد منها ما وقع بأيدي المسلمين وما وقع بأيدي الشيعة وكان لهم فيها حق من غنائم ماذا؟ من غنائم دار الحرب لا أنهم حللوا شيعتهم في زمن الغيباه من خمس أرباح المكاسب وإنما ما كان قبل ذلك باعتبار أنه كانوا يفتحون البلدان وكان ينبغي ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو ماذا؟ فهو لهم وهذا وصل بأيديهم أو لم يصل؟ لم يصل إذن اختلط مال المسلمين وخصوصاً أموال شيعتهم بما لهم فيه حق فحللوا بلحاظ ما كان لا بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ ما سيأتي هذه إحدى الوجوه المتعددة التي ذكرت لعويصة روايات التحليل لأنه مسألة التحليل أيضاً من الروايات العويصة في هذا الباب وهي أيضاً مرتبطة بأرباح المكاسب بالخصوصها وبحثها سيأتي إن شاء الله إذن أعزائي نقضاً هذا بل نوسع دائرة النقض خلوا ذهنكم نوسع دائرة النقض نقول أنه كان ينبغي بناء على هذا الفهم الذي ذكره السيد الهاشم والذي ذكره السيد الحكيم سيد الحمد السعيد بناء على هذا الفهم كان ينبغي أن لا يظهر النبي أي تشريع يؤدي أن يكون في صالح ماذا؟ تقوية حكم الظلمة من بعد لماذا فقط؟ خصوص أرباح المكاسب لماذا فقط هذا الحكم؟ عشرات الأحكام وعشرات التشريعات المالية والعبادية والاجتماعية والسياسية التي هي قوام الإسلام بها كلها هذه جيرت واستفيد منها لماذا؟ لتقوية النظام الظالم أو السلطة الظالمة والغاصمة بعد رسول الله إذا كان رسول الله يعلم أن بعده سيحدث هذا واتخذ تدبيراً ما هو التدبير؟ أن لا يقول بالخمس حتى لا يستفيد منه من يأتي بعده من الظلم قل لماذا فقط باب الخم؟ وكان هناك عشرات التدابير الأخرى كان ينبغي ماذا؟ أن يتخذها ينقض على ذلك هذا من حيث النقو ولا أريد أن أطيل أعزائي وأما من حيث الحل أعزائي التفتولي جيداً إلى هذه القضية لأنها قضية محورية مبنائية أساسية وهي أن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بحسب ما نعتقد ويعتقد كثير من علماء مدرسة أهل البيت أنهم كانوا بإعلام الله سبحانه وتعالى يعلمون ما سيقع عليهم بنحو شخصي وعلى الأمة من الحكام بنحو عام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه والروايات في هذا كثيرة جداً على الخلاف الموجود في بحث علم الإمام أنهم كانوا يعلمون بالفعل أو أنهم متى شاءوا أن يعلموا أعلمهم الله اللي احنا صلحنا عليها علم بالقوة لا علم ماذا بالفعل بعبارة أخرى كان الطريق مفتوح مفتوحاً أمامهم لمعرفة ما سيحدث بعده هذا أولاً سواء على المستوى الشخصي أنهم يقتلون يستشهدون ماذا يجري عليهم ماذا يجري بعد رسول الله ماذا تفعل السلطات ماذا يفعل الحكام كل هذه التفاصيل الاعتقاد الموجود أنهم كانوا يعلمون السؤال المطروح في علم الكلام خلوا ذهنكم يمي جيداً وهو من الأسئلة المحورية مو فقط في هذا الباب في كثير من الأبواب أن أهل البيت أو النبي صلى الله عليه وآله قبل أهل البيت هل كانوا يتعاملون مع الحوادث ومع الأشياء ومع الأشخاص من خلال ما هو الظواهر الأشياء أو من خلال ما يعلمونه من العلم بالأمور الواقعية في اللوح المحفوظ على أي أساس كانوا يتعاملون مع الناس على الأساس الأول أو على الأساس ماذا على الأساس الثاني لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه المسألة وهو أنه واضح أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا أقل في باب القضاء كان يقول إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان ولعل الذي حكمت له حكمت له بقطعة من النار يا رسول الله يعني لا تعلم يقول لا لأن هذا العالم عالم التكليف عالم الظواهر لا عالم ماذا لا عالم اللوح المحفوظ لا عالم الواقعيات له حساب آخر ولذا تجد بأنه كان يتعامل مع جميع من حوله مع أنه كان يعلم المنافقين أو لا يعلم المنافقين حذيفة بن اليمان هذا صحيح البخاري وهذه كتب القوم يقول أنه كان يعرف المنافقين ماذا فردا 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 بإخبار من بإخبار رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن كيف تعامل معهم تعامل معهم على أساس ما يعلمه منهم من بواطنهم وواقعهم لو بتعامل معهم بحسب ما هو الظاهر منهم تعامل معهم حسب الله السؤال الآن أنا لا أريد أن أتخذ موقف كلامي من المسألة أنا أسأل أصحاب هذا الرأي الذي قالوا أنهم بحسب علمهم كانوا يعلمون أنه سيقع كذا وكذا وكذا وفعلوا كذا لأجل أن لا يقع ماذا كذا على أي أساس كانوا يعلمون كانوا يعلمون ذلك على أساس ظواهر الأشياء لو كانوا يعلمون ذلك على أساس بواطن الأشياء وبما هو في اللوح المحفوظ أي منهم إن قالوا أنهم تعاملوا مع الأشياء على أساس الظواهر وعلى أساس الظواهر بعد لا معنى أنهم كانوا يعلمون ما سيحدث بعد مئة سنة ومئتين سنة وأن بني أمية ماذا يفعلون وأن بني العباس ماذا يفعلون إذن خل نلغي هذا الحكم إظهار هذا الحكم إلى مئة وخمسين سنة هذا خلو ما الظواهر الأشياء هذا العلم بما سيحدث إلى مئة وخمسين هل ما الظواهر الأشياء وإن قلتم كانوا يعلمون ذلك بحسب الواقع لا هذه القضية استثناءا أهل البيت بعد هذه القضية لها حاولوا أن يعملوا التدبيرات اللازمة حتى لا تقوى السلطة من بعدنا مولانا الجليل إذا كان الأمر كذلك كان ينبغي على النبي صلى الله وهذا سوء الأدب مننا ولكنه مختضى هذا الكلام كان ينبغي أن يتخذ التدبيرا حتى لا يصل هؤلاء من بعده إلى السلطة والخلاف هذا هو الأهم أن يقطع أمامهم أن لا يأخذ الخمس بعد أن يصلوا أو أن لا يصلوا إلى السلطة أيهم من أيهم أهم إذا يريد أن يتخذ تدبير واقعي على حساس على حساس ماذا ما يعلمه مما سيقع بعد ذلك كان ينبغي أن يتخذ أي تدبير بينكم وبين الله يتخذ تدبير هس هذا خلي يصير حاكم وظالم ويحرف الأمة خلي يفعل ولكنه خلي أمنع منه فدع عشر بالمية من القضية المالية وإلا موارد موالية أخرى موجودة الزكاة موجودة غنائم دار الحرب وكلها موجودة فقط ماذا فقط هذا البعد الخاص أمنعه كنت كنت تقوم والتدابيرا كانت ممكنها يكون في علمك يعني لو أنه التفتول جيدا هذه قضية أنا أضعها بأيدي الأعزة ويدخلوا إلى تحقيقها وبحثها لو أن النبي صلى الله عليه وآله بحسب ما يعلمه ماذا سيفعلون من بعده كان قد أعلن النفاق من سيأتي بعده من هؤلاء كان يمكنهم أن يتسلطوا على الأمة ولا يمكنهم بعد هذا ما فعله في الحكم وفي أبناء الحكم فما استطعوا أن يتسلطوا على الأمة إلا نعم بعد ستين سبعينها في مسألة الحكم عندما لعنه تعلمون الروايات صريحة وصحيحة في هذا المعنى هذه سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان المجلد أعزائي المجلد السابع القسم الثاني من المجلد السابع في رق ذيل الحديث ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين قال ليدخلن عليكم رجل لعين يعني الحكم بن أبي العاص والروايات التي في ذيلها كثيرة جدا أعزائي يقول أحدها سمعت عبد الله بن الزبير يقول وهو مستند إلى الكعبة ورب هذا البيت لقد لعن الله الحكم وما ولد على لسان النبي صلى الله عليه وآله ماذا ولده ولد المروان وعبد الملك بن مروان وأولاد عبد الملك بن مروان إلى آخر القائم والوليد وإلى غيرها هؤلاء الذين رآهم رسول الله أنه ينزون على منبره ماذا كالقردة وهي الشجرة الملعونة في القرى هذه روايات صريحة ولذا واقعا هؤلاء أساسا لم يجرأوا الحكم ما جرأ أن يبقى في المدينة حتى في زمن الأول والثاني يعني ما استطاع نعم استقدمه من ها استقدمه الثالث باعتبار أنه سطوة الأمويين بدأ التقوى فاستطاع أن يدخله وبين وبين الله إذا كان رسول الله يريد أن يتخذ تدبيرا حتى لا تقع الأموال في أيدي من بعده كان أفضل أن يتخذ تدبير حتى هؤلاء ماذا أن يتخذ التدبير ما ورائه وإلا التدابير الظاهرية اتخذها رسول الله وهو أصر على علي أصر على خروج ماذا جيش أسامة هذه التدابير الظاهرية حاول أن يفعلها رسول الله ولكن أنتجت أو لم تنتج إذن كان ينبغي أن يتحول بتعبيرنا إلى ماذا إلى خطة للطوارئ يعني يبني على علمه ما ورائه وجد بأنه هذه التدابير الظاهرية نفعت أو لم تنفع لم تنفع إذن لابد أن يتخذ خطوة ما ورائه خطوة واقعية خطوة بحسب ما يعلمه منه ولكن فعل رسول الله ولم يفعل لم يفعل أعزائه وإذا لم يفعل لماذا تتوقعون على ما هو أهم من الخمس رسول الله لم يفعل ذلك فما هو ما بالك بما هو دون فما هو دون الخلاف ما هو أهم من الخمس الخلافة ولم يعمل فيها رأيه بحسب ما يعلم فلماذا أعمل رأيه بحسب ما يعلم فيما هو ماذا في مسألة فرعية جدا من أقول فرعية باعتبار أنه الموار بدليل بدليل أنها ليست لم تكن مسألة الخمس في أرباح المكاسب مهمة أنها أثرت على مسألة الغصف والخلافة وانحراف المسيرة أو لم تؤثر قلوا لم تؤثر هذا هذا إشكال آخر وهو أنه هذا نقض للغرض فمنعه امنعه امنع هذا الطريق أكو ماذا عشر الطرق أخرى لتأمين هذه الحاجة لابد عندما يفعل يفعل أمرا ماذا يكون مفيدا ونافعا في تقليل الانحراف في رد الانحراف في الوقوف أمام الانحراف ولكنه هذا الذي فعلوه عليهم أفضل الصلاة والسلام على فرض التسليم بهذا الأمر تحقق منه أو لم يتحقق يعني وقف أمام الانحراف وأمام الظلم وأمام التسلط أو لم يقف أو لم يقف إذن ما فائدة أنهم لا يبلغوا هذا الحق إذن هذا الوجه أيضا مولانا أتصور من باب ضيق الخناق وإلا هؤلاء الذين قالوا بهذا الوجه أجل من أنهم واقعا أن هذه المسألة الخطيرة بهذا المستوى يتعامل معها بهذا المستوى من البحث وبهذا يتضح أعزائي للإخوة جملة أخرج للبحث وأرجع وبهذا يتضح للأعزاء للإخوة انظروا كيف أن المسائل الكلامية تؤثر على ماذا على عملية الاستنباط هؤلاء الذين يتصورون أنه يمكن للإنسان أن يكون فقيها من غير أن يكون متكلما هم في وهم كبير هناك عشرات المسائل مئات المسائل الفقية لا يمكن أن تعطي فيها رأيا إلا أن يكون لك مبنى ماذا مبنى كلامي وهذا الذي قلناه فيما سبق أننا نال عد الفقيه فقيها إلا إذا كان مفسرا ولا نقبل الفقيه فقيها إلا إذا كان متكلما وإلا إذا لم يكن نعم على مستوى هذا المتعارف في حوزاتنا العلمية أنه فقاها ولكنه على مبانينا أنا لا أقبل لا أقبل الفقاها إلا إذا كانت قائمة على أسس قرآنية تفسيرية وكلامية نعم هسو قد واحد يقول لا أصلا لا علاقة له قد الإنسان يجهل القرآن هو يجهل التفسير ولا يقرأ أي شيء ومع ذلك يكون ماذا يكون فقير هذا مبنى بعد ولكن أنا ما أعتقده هو هذا إلى هنا بحمد الله أعزائي لا أريد أن أطيل الكلام مع الأعزة في هذا المجال انتهينا إلى من هذه الآية المباركة فتحصل إلى هنا من بحثنا لهذه الآية وهي آية سورة الأنفال وهي أن هذه الآية أما الدعوة الأولى فيها وهي شمولها لأرباح المكاسب فهو غير تام من إن لم أقل لا دلالة فيها فلا أقل أن هذه الآية مجملة من هذه الجهة فيما يتعلق لأرباح المكاسب ها والعائق الأساسي الذي أمامها هو هذه التساؤلات وهو أنه إذا كانت هذه الآية لها ظهور يشمل أرباح المكاسب أيضا إذن فلماذا لم يلتفت إليه أحد ولم يعتنى به كمعتني في خمس ماذا غناء مدار الحر هذا أول وثانيا أن نفس هذه التساؤلات التي أشرنا إليها يبين لنا بشكل واضح أن هذا أن هذه الفريضة وهي وجوب الخمس في أرباح المكاسب لم يصدر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وإلا لو صدر منه عليه أفضل الصلاة والسلام لوجدنا اعتناء بها على مستوى التشريع مو على مستوى الجباية لا أصر على أنه لابد بالضرور أن النبي كان أن يبعث من يجبي لعله في زمان تشريعه لا يوجد أغنياء جيد ولكن بعد ذلك ماذا في زمان الأول في زمان الثاني في زمان الثالث في زمان أمير المؤمنين في زمان الأئمة 150 سنة لماذا لم يرد أي ذكر لخمس أرباح المكاسب يعني بالنحو الذي نحن وجدنا عندما تعرض له الإمام الصادق وما بعد ذلك وجدنا أنه صار محور أبحاث ماذا محور أبحاث الشيعة ألم يكن كذلك وجدنا أن هناك اهتمام بهذا الإمام السجاد مع أنه الإمام السجاد كان محتاج إلى هذا الخمس أو مو محتاج إلى هذا الخمس وأيضا كانت يدهم مقطوعة من بيت مال المسلمين لا طريقة له إلى ذلك تلك الأموال إلى بيت المال كان يحتاج إلى ماذا فقراء الشيعة إدارة الشيعة الإمام الباقر الإمام الصادق ثم بعد ذلك نجد تأكيده بدأ من زمان الإمام الرضا يكشف لنا كما أنا معتقد وبيانه سيأتي أنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في زمن الإمام الحسين في زمن الإمام السجاد وقعا الشيعة لم تتوسع ذلك التوسع وأعداد الشيعة لم تصل إلى ذلك العدد الذي لا يمكن تأمينها بطرق جنبية ولكن عندما بلغنا عصر الإمام الصادق وما بعد ذلك أساسا الشيعة صاروا ماذا واتجاه ومذهب ولهم أتباع بدأوا يخيفون ماذا يخيفون الدول وهذه يحتاج إلى إدارة خصوصا وأنه أكو إقصاء لهم من السلطات ماذا الحاكمة لا يعطونهم لا في المجال التجارات والصناعات والدولة والإمكانات أبدا كما هو المتعارض الآن في الدول التي لها موقف من الشيعة والتشيوع أنتم تجدون أنهم يعطون لهم مجال أو لا يعطون لهم مجال ويحتاج إلى تأمين ولهذا تجد أنه الظاهرة اشتدت مسألة الخمس وأخذ الخمس وبعث الوكلاء وكذا في زمن الجواد والرضا وأنتم نعلمون أن الطفرة التي حصلت في زمن الإمام الرضا للتشيوع كانت واسعة جدا ولذا تجدون حالة طردية حالة طردية كلما اتسعت دائرة التشيوع كلما زاد الاهتمام ماذا؟ بموضوعة الخمس ومفردة الخمس في أرباح المكاسب وهذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك تاريخيا سنشير إليه إذن أعزائي إلى هنا الدليل الأول ما هو القرآن والسنة النبوية المباشرة الدليل الأول غير تام لإثبات وجوب الخمس في أرباح المكاسب أؤكد أن المعركة أين الآن أين في أرباح المكاسب يعني النوع الثالث لا النوع الأول ولا النوع الثاني لا غناء امدار الحارب ولا تلك التي تحصل من غير ترقب وجهد وكذا ذاك له حديث بعد ذلك سيأتي حديثنا في النوع الثالث من المال وهو أرباح المكاسب يعني الإنسان يتوقع الربح الخسارة يكسب يذهب إلى التجارة هو هذا البحث الذي الآن هو متعارض الدليل الثاني من الأدلة التي ذكرت إذن بعد الآن بعد أنا لا أحتاج أن الكلمات عندما يأتون الأعلام إلى هذا القسم وهو وجوب الخمس فيما زاد في أرباح المكاسب ونحوها فيما زاد عن فاضل المؤونة بعد الآيات دلت عليها الروايات بعد الآيات دلت عليها ماذا أولا الآية ماذا غير دال أولا وثانيا أنه لم يدعي أحد أن النبي صلى الله عليه وآله شرع خمس أرباح المكاسب بحسب ولايته التشريعية كما شرع ركعتي الرباعية الأخيرة أيضا لم يدعي أحد ولا يوجد أي دليل على هذا لو ادعى أحد لأنكم تعلمون نحن قلنا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله له هذه الصلاحية وذكرنا مصاديق كثيرة لهذا فيما يرتبط بالديات فيما يرتبط بالصلاة فيما يرتبط بالحاج فيما يرتبط بالسعي كلها كانت ماذا أحكام تشريعية صادرة عن النبي ولكن لا بعنوان أنها أحكام ولائية بل بعنوان أنها أحكام ماذا ثابت جزء من الشريعة ولم يثبت أن النبي أو جبل خمسة في أرباح المكاسب بهذا النحو الذي أشرنا إليه لم يدعي أحد وإذا ادعى أحد لم يوجد عندنا أي دليل يثبت هذه الدعوات الدليل الثاني الدليل الثاني أعزائي هو الإجماع طبعا عندما نقول الإجماع هنا أعزائي مو مراد فقط الإجماع المنقول لا مرادنا الإجماع ماذا المخصل يعني عندما نراجع كلمات الأعلام ونستقرؤها نجد أنهم أجمعوا هنا أنفذ مقدمة لابد أن أذكرها للأعزة وإن كانت واضحة في أذهانهم ولكن للذكرى وهو أنه عندما نقول أعزائي إجماع مرادنا إجماع المتقدمين مرادنا إجماع افترض المحقق وعلام ومجلس لا 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 متأخرين لا أبدا مرادنا إجماع علماء عصر الغيبة يعني أن الفقه عندما أخذ اللباس الفقه الاستدلالي هسا إما قبل عصر الغيبة بقليل أو مع عصر الغيبة في عصر الغيبة الصغرى ثم بعد عصر الغيبة الصغرى إلى زمن المفيد الطوسي المرتضى الصدوق اللي هؤلاء كانوا تقريبا ماذا قريبي قريبو العهد ماذا من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن الشيعة التي عاصرت من عاصرت أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة فلي يردهم يكون أبعد من ذلك الدعية الإجماع في كلمات هؤلاء والتتبع أيضا يثبت يعني هم يوجد إجماع منقول وهم يوجد إجماع ماذا مخصن أنا أشير إلى بعض هذه الكلمات أعزائي حتى يتضح للأعزة وتفصيله بعد الأعزة يرجعون بعضها أنا أشير وإلا كل الذين يعاصروا ذلك الوقت تقريبا ادعوا هذا الادعاء الأول أعزائي ما ورد في كتاب الانتصار للسيد المرتضى لهذا اللي موجود أنا عندي منشورات الشريف الرضي في مساء الكتاب الخمس هناك فيما يجب فيه الخمس مسألة يقول ومن من فردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب هو هذا البحث مكاسب ها تفتولي مغانم لا وما يدل وإنما ماذا لفظة المكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السنة على اقتصاد وجهات قسمته إذن هذه الفتوى أما كيف يقسم مسألة جديدة إذن عنوانه واضح أن سيد المرتضى يقول وممن فردت به الإمامية كأنه هذه من مقومات مدرسة أهل البيت من مقومات مدرسة الإمامية القول بوجوب الخمس في أرباح ماذا في أرباح المكاسب هذا المورد الأول المورد الثاني ما ورد في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي وهي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي المجلد الثاني أعزائي في صفحة 118 من الكتاب المسألة 139 من كتاب الزكاة قال يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء يا فقهاء فقهاء أهل السنة والجماعة بأي قرينة قال دليلنا اجماع الفرقة إذن الدليل الأول لوجوب الخمس في أرباح المكاسب بعد إخراج المؤون ماذا إجماعه وأخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك هلس هذا الاحتياط خلوه إلى جانب الآن نحن في الأدلة الاجتهادية لا في الأصول العملية لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرنا كانت ذمته بريئة بيقين وإن لم يخرج ففي براءة ذمته ماذا خلاف ليطبق قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي ماذا الفراغ اليقيني هلس هذا موضعها أو لا هلس هذا كبحث آخر لآن ممح الكلام هذا المعنى وهذا هو الشيخ الطوسي اللي هي كما قلنا من هذه المرحلة وهذا أيضا ما أكده الجواهر في المجلد أعزائي السادس عشر اللي هي دار الكتب الإسلامية في الصفحة خمسة وأربعين هذه عبارته يقول الخامس مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤونة السنة على الاقتصاد له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات بلا خلاف معتد به أجده فيه لا يوجد خلاف المسألة وهذا معناه أنه تتبع هذا مو منقول بعد بل في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه بل في ظاهر الانتصار والسرائر أو صريحهما ذلك بل أرسله في الرياض عن الشهيد الثاني أيضا بل في الأخيرين من الأربعة دعوى تواتر الأخبار هذا دليل آخر هذا هو الدليل الثالث أو الرابع الذي سيأتي بحثه إذن المسألة ماذا؟ المسألة واضحة لا خلافة فيها وأما من الأعلام المعاصرين الذي أشار إلى المسألة سيد الحكيم في المستمسك في المجلد التاسع عزائي في صفحة خمسمائة وخمسة عشر قال على المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا سأبين لماذا يعبر الشهرة كادت أن تكون إجماعا لأنه أكون من المتقدمين في ذاك العصر من نسب إليه الخلاف مثل من؟ مثل ابن الجني وابن أبي عقيل ولذا تجد بأنه أساسا السيد الحكيم ماذا؟ العبارة يجعلها هكذا شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا لذا يقول بعد ذلك بلا خلاف وعن السرائر أنه كذلك عندنا بلا خلاف ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابني الجنيد وأبي عقيل ابن الجنيد وابن أبي عقيل جيد إذن تبين طبعا هؤلاء من ذيك الطبقة يعني عصر الغيبة الصورة وما هو حولها ولذا خلافهم يدل يضر ماذا؟ يضر بالإجماع ولذا السيد الحكيم يحاول أن يتخلص من خلافهما بأن يقول ماذا؟ لتفتولي جيدا ماذا يقول؟ يقول الذين لا يقدحوا خلافهما في الإجماع ليش؟ سيدنا يقول باعتبارها ذول عادة مخالفين أحنا هو ذول عادة مخالفين وهو من اعتنبه هذا من لا أعلم أي وجه علمي هذا إذا صار فد واحد شوية يخالف أكثر من اللازم إذا جنو لا اعتداد به هذا على أي أساس؟ لأن البحث بحث علمي دي خالف هذه نص عبارة أنا ماذا أقولها من أدي؟ قال الذين لا يقدحوا خلافهما في الإجماع لكثرة خلافهما في المسلمات إذن تبين الآن على هذا المبنى اللي يذكره أحد كبار فقهائنا المعاصرين أنه إذا وجدتم واحد هو ينقنق بالمسلمات هذا بعد يعتنى به أو لا يعتنى به والله ما أعرف هذا مبنى لا أفهم هذا المبنى الكلام أنه أساسا يوجد عنده دليل نحن مع الدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين عندما تعبيرنا بدأ ينقنق في المسلمات أو يتأمل في المسلمات هذا لأنه يكثر التأمل والإشكال في المسلمات إذن ماذا ها خرجوا لا اعتبار به أي منطق علمي عليه الأحوال هذا من شأه هذا اللي عبر على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا إشارة إلى ماذا إشارة إلى خلاف هذين العلمين ولكن عندما نصل أعزائي إلى العلامة في المختلف المجلد نعم الثالث اللي هي هذه طبعة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية مكتب الإعلام الإسلامي في المجلد الثالث صفحة مئة وخمس وثمانين هذه عبارته بالضبط يقول مسألة مئة وواحد واربعين المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس التفتولي جيدا المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات لا ماذا لا الإجماع فكيف التوفيق بينهما في جملة واحدة أعزاء لا تنافية بينما ذكر من الإجماع وما جاء في كلام العلامة من ماذا من الشهرة لماذا لأن هؤلاء بحسب اعتقادي لم يلتفتوا إلى نكتة وهي تارة أن البحث في أصل وجوب الخمس في أرباح التجارات وأخرى أن البحث في زمن الغيبة هذا الوجوب موجود أو لماذا ليس بموجود في المسألة الأولى يوجد إجماع لا خلافة بين فقهائي في المسألة الثانية يوجد ماذا خلاف ذهب المشهور إلى وجوب ولم يعملوا بروايات التحليل وذهب جملة من الأعلام إلى ماذا ومنهم ابن الجنيد ابن الجنيد ما مناقش في المسألة الأولى وإنما مناقش ماذا في المسألة الثانية ولكن السيد الحكيم تصور أنه يناقش ماذا في المسألة الأولى في الأصل أحسنتم ليس الكلام في مناقشة ابن الجنيد وابن أبي حقيل في المسألة الأولى وإلا لا خلاف على المسألة الأولى وأن أن الخمسة في أرباح المكاسب من الأمور الثابتة تشريحها عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما الكلام كل الكلام أن هذا كان مختصا بزمان حضورهم أم يشمل ماذا زمان الغيبة أيضا ذهب المشهور إلى أنه لا كما هو واجب في زمان الحضور هو واجب ماذا في زمان الغيبة وذهب ابن الجنيد التفتوا جيدا وذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل على أن هذا مختص بزمان ماذا بزمان حضور الأئمة أما في زمان الغيبة فهل يجب أو لا يجب قالوا لا يجب ولذا نفس السيد الحكيم أيضا عندما وصل إلى هذه المسألة نقل عبارة هذين العلمين قال مع أن محكي كلام الأول في المعتبر هكذا ينقل العبارة وبعد أن ينقل العبارة ويقول وهو غير ظاهر في الخلاف واقعا غير ظاهر في الخلاف لأنه لا يناقش ماذا لا يناقش بالمسألة الأولى ثم يقول ومحكي كلام الثاني هكذا وقد قيل وهو أيضا غير ظاهر في الخلاف إذا كان الأمر كذلك سيدنا خب لماذا تقول لا يقدح خلافهما في الإجمع وقل أساسا هؤلاء ماذا دا يخالفون في مسألة غير المسألة التي هي محل الكلام محل الكلام الآن في وجوب الخمس في أرباح المكاسب نعم إذا ثبت الخمس في أرباح المكاسب نطرح مسألة ثانية وهي أنه ثابت فقط في زمان الظهور أو مجتمل تشمل ماذا زمان الغيبة بأي دليل بروايات التحليل لا تشمل زمان الغيبة بأي دليل لا تشمل بروايات التحليل هنا أيضا المشهور ذهب إلى أنها ثابتة لا في زمان الظهور فقط بل في زمان ماذا الغيبة أيضا فهذا الإجماع أعزائي إجماع تام أو ليس بتام مدركي أو ليس مدركي يمكن الاستناد إلى مثل هذه الإجماعات كدليل أو لا يمكن يأتي والحمد لله رب العالمين يَرَبَّنَا يَرَبَّنَا أَظْهِرْ لَنَا مَعَالِمَا لِلْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى يَرَبَّنَا أَظْهِرْ لَنَا مَعَالِمَا لِلْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَيْهِمَا وَالْفَاطِمَا